أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيم والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وعند خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فدولا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغددا وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بسنا بيادا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقس عليك من أنبائها ولقد جادهم رسلهم من بينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعدنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا يتلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك وانقلبوا صغيرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منغنبون وما تنغم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفري علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أدذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عيسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فنعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يضيروا بموسى ومن معه ألا إنما ضائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمال والضفاد عودما آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم وإذ أنجيناكم من آل فرعون ويسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناكم ويستحيون نساكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فدم ميقاد ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصله ولا تتابع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقادنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاق قال سبحانك تبدو إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يرون كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيلا ويتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه وضبى ناسفا قال بإسما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وقال رب انفر لي ولي آخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحيمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شد أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء عند ولينا فغفر لنا ورحمنا وعند خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتابعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجلي يأمرهم المعروف وينهوا وينهاهم عن المنقر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنذا عشرة أسباطا أماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه وقومه أن يضرب بعصوك الحجر فانبجست منه اثنذا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ طيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حضطوا ودخلوا الباب سجدا نوفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذين قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حضرة البحر إذ يعدون في السبط إذ تأتيهم حيتانهم يوم سيبتهم شرعا ويوم لا يستبعون لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمدعظونا قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا عما نوه عنه قلنا لهم كونوا قرددا خاسين وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسمهم سوء العذاب إن ربك لسريع العذب وإنه لغفر الرحيم وقد ضعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وملوناهم من الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرد خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصدى إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقون الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتينكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا أستم بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعد أفاته لكنا بما فعل المبطلون وكذلك نبصل الآيات ولعلكم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه فمثاله كمثال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلاهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يدله فهو المهتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إن لا يفقون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في ضغيانهم يعملون يسألونك عن الساعة أين مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقدها إلا هو ثاقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوت يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسا يسوء إن أنا إلا نذير ومشعر لقومي يؤمنون هو الذي يخلقكم من نفس واحدة واجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما دغشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما صالحا جعل له شركا فيها آتاهما فدعا لله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الوداء لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبضيشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليا الله الذي نزل الكتاب وهو يدول الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الوداء لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالمعرف وعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزعهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يحاى إلي من ربي هذا بصير من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصدوا لعلكم ترحمون أذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فادقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصناة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ عيدكم الله أحدى الطائفة إني أنه لكم ودودون أن نظر ذات الشوك تكون لكم ويريد الله أن يحيق الحق بكلماته ويقض عذاب الكافر لحيق الحق ويمطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملايكة مردفين وما جعله الله إلا مشرا ولدطمئن بي قلوبكم وما النصر إلا من نعين لله إن الله عزيز حكيم إذ غشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ليطاهركم به وإذ باعكم رجز الشيطان وليربضوا على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملايكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سوقي في قلوب الذين كبروا الرعب فاضربوا فانقوا أعناقي واضلموا منهم كل بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كبروا زحفا فنتولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لانقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قدلهم وما رمينا إذ رمينا ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موين كيذ الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تأدو فهو خير لكم وإن تعودوا نعودوا ولا دوني عنكم في أدوكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا واضعوا الله رسولا ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معلمون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحل بين المرء وقلبي وأنه إليه تحشر واتقوا فتنة اللات الصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكرون إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أيد خطفكم الناس فآواكم وأيدكم من أصر وارزقكم من الضيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إذ أنتقوا الله يجعلكم فرقانا ويغفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويمكرنا ويمكر الله والله خير الماكر وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا سطير الأول وإذ قال اللهم إن كان هذا والحق من عندك فانظر علينا حجر ذا من السماية وإذنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنذبهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتنقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاة عند البيت إلا مكاء ودصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونا ثم تكونوا عليهم حسردا ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياده يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقادلوهم حتى لا تكون فثنة ويكون الدين كله لله فإن ذهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن ذهوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صداق الله الله العظيم